من المنام تنظم إلينا السيدة مونة المطوع الصحيف صحفية بجريدة الوطن البحرينية سيدة مونة أبدأ معك بالحديث عن المشاركة في هذه الانتخابات ونسبة الإقبال عليها بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم من مملكة البحرين طبعا ولله الحمد نجد أن هذه الانتخابات تميزت بإقبال الناخب البحريني إلى جانب وعية هناك مستوى عالي من الوعي لدى الناخب البحريني في الحرف على هذه المشاركة الإيجابية الوطنية وفي التفاعل مع هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد محطة جديدة في تاريخ طبعا مملكة البحرين وأيضا يعكس مدى الوحدة الوطنية والوحدة الشعبية التي تطمح إلى إنجاح هذا المشروع الإصلاح الكبير لجلالة الملك حفظه الله ورعاه فالبحرين رائدة على المستوى الخليجي وعلى المستوى المنطقة في طرح هذا المشروع الديمقراطي الضخم الذي يؤكد أن شعب مملكة البحرين هو الشريك الأساسي في صناعة القرارات السياسية في مملكة البحرين وفي صياقة المستقبل سيدة مونة أود أن أسألك عن الجديد الذي يطمح الشعب البحريني أن تنتج عنه هذه الانتخابات أيضا كما ذكر في التقرير نسبة الإقبال هذا العام فقط بكثير نسبة الإقبال في المرات السابقة بماذا تفسرين ذلك؟ مثل ما قلت أن هناك وعي كبير لدى الشعب البحريني هناك إرادة شعبية تطبح إلى التقيير أيضا نصف الكتلة الانتخابية في هذا الموسم هي من النساء لذلك نرى 41 مرشحة وهذا رقم جدا لافت للنظر على مستوى منطقة خليجية لها عداتها لها تقاليدها لها خصوصياتها المجتمعية أيضا نضم إلى الكتلة الانتخابية اليوم 50 ألف شاب وشابة يشاركون للمرة الأولى في هذه الانتخابات لذلك نحن نلاحظ أن هناك إقبال كبير في نسبة المرشحين الشباب والمحللين في الساحة البحرينية يؤكدون بأن هناك اتجاه في الرأي الآم البحريني إلى تمكين الشباب في هذه المجالس تماشيا مع اتجاه دول الخليج ودول المنطقة إلى تمكين الشباب في المناصب القيادية مما ينبأ بعد يوم التصويت هذا في حال وصول هؤلاء المرشحين الشباب هناك تحليلات ظاهرت بأنه من الممكن أن تكون هناك كتلة شبابية داخل مجلس النواب البحريني وهذه سابقة طبعا في تاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين هناك أيضا ظاهرة طرأت اليوم للأسف مع خالص الأسف منذ ساعة الصباح الباكر وهو إرسال مسجات إلى المواطنين تدعوهم إلى المقاطعة وأيضا إشاعات مقرضة من جهات مشبوهة وجهات خارجية تستهدف العملية الانتخابية في مملكة البحرين حيث تم إرسال مسجات إلى المواطنين تبلغهم بأن أسماءهم مشطوبة ومحدوفة من قوائم الناخبين في المناطق والدوائر الانتخابية وكلها إشاعات مقرضة كيف تعامل الناخب البحريني مع هذه الإشاعات؟ هناك وعي كما أشرت لدى الناخب البحريني خصوصا أن الأسبوع الفائد كان هناك كثير من المحاضرات التوعوية والتثقفية في هذا الجانب بعدم الانصياع إلى هذه الجهات المشبوهة والرسائل التي تؤثر على سير العملية الانتخابية في البحرين شعب مملكة البحرين منذ ساعات الصباح الأولى وكما مارس بالأمس الصمت الانتخابي مارس اليوم أيضا صمت انتخابي من نوع آخر وهو تجاهل هذه الرسائل المقرضة شكرا جزيلا لك من المنامة مونة المطوعة الصحفية بجريدة الوطن البحرينية شكرا جزيلا لك من المنامة مونة المطوعة الصحفية شكرا جزيلا لك من المنامة مونة المطوعة الصحفية شكرا جزيلا لك من المنامة مونة المطوعة الصحفية